بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل لدينا في حصة اليوم إن شاء الله اختبار الفصل الأول في مادة التربية الإسلامية للسنة الثالثة ابتدائي النموذج الأول دائما في النموذج الأول نبدأ بالتمرين السهلة ثم إن شاء الله في النموذج القادمة في الاختبارات القادمة إن شاء الله ستكون هناك مجموعة من التمرين المتنوعة لدينا التمرين الأول طبعا الأم هنا تقوم بوضع النموذج هكذا أمام التلميذ فقط يعني دون مساعدة التلميذ يجيب عن التمرين الأول الثاني الثالث الرابع ثم تضع أمامه الإجابة الصحيحة التلميذ هنا يقوم بالبحث عن الإجابة الخاطئة إن وجدت ويقوم بالتصحيح إذن لدينا التمرين الأول حدد الأفعال الحسنة التي تجعلك قريبا من الله تعالى بوضع علامة صح لدينا هنا مجموعة من الأفعال أولا قراءة القرآن الكريم هل قراءة القرآن هنا تجعلك قريب من الله؟ نعم لدينا آداء الصلاة آداء الصلاة أيضا نعم لدينا هنا الأكل والشرب بانتظام الأكل والشرب هنا بانتظام هنا يعني أحافظ على صحتي عندما تكون صحتي جيدة هنا بسهولة سأعمل الأعمال التي تجعلني قريب من الله وهي كالصلاة الدعاء قراءة القرآن هنا إذن الأكل والشرب بانتظام هنا بنية الحفاظ على الصحة والقيام نعم بالأعمال والأفعال التي تجعلني قريب من الله إذن لدينا رابعا الإفراط في اللعب واللهوي هنا هل أضع علامة صح؟ لا لدينا دعاء الله تعالى هنا أيضا أضع علامة صح لدينا التمرين الثاني أذكر أركان الإسلام بالترتيب إذن لدينا أركان الإسلام هنا يقوم التلميذ بكتابة أركان الإسلام لكن بالترتيب لدينا أولا الشهادة ثاني إقام الصلاة إتاء الزكاة صوم رمضان ولدينا خامسا حج البيت إذن هنا أركان الإسلام خمسة جيد لدينا التمرين الثالث أكمل بما يناسب إذن لدينا الإيمان بالملائكة من؟ الإقامة هي؟ الآذان هو الذي يعصي والديه ولا يرسن إليه ما يسمى؟ يسمى ماذا؟ إذن هنا لدينا الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان جيد لدينا الإقامة هي الإعلام بالقيام لأداء الصلاة المفروضة لدينا الآذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة لدينا الآذان هو الإعلام بدخول الإقامة هي الإعلام بالقيام إذن لدينا رابعا الذي يعصي والديه ولا يحسن إليه ما يسمى العاق لدينا تمرين الرابع أكمل الحديث النبوي الشريف إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن هنا يكمل التلميذ إذن لدينا الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره إذن هذا كان اختبار الفصل الأول لتلميذ السنة الثالثة ابتدائي النموذج الأول إذن إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة سأضع لكم المزيد من النماذج فيما يخص مادة التربية الإسلامية المدنية مادة التربية العلمية أيضا رياضيات لغة عربية ما عليكم إلا بالاشتراك في القناة تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وضع لايك للفيديو طبعا إذا أعجبكم ما قدمت وتعليق أيضا إذا أردتم ذلك إذن إلى هنا أنتهي دمتم سالمين وفي رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته